في الشيط الثاني أنا أتكلم تتعرف أن المباراة دي ممكن يكون فيها استعجال بسبب أنه عنده ناس كتير على الدكة جيدين وعنده القدرات الهجومية في الملعب كويسة لكن اللي أنا عايز أقوله المكان والبيت الواحد ديربي برد بي ديربي النصر والوصل الوصل والنصر تتغير الأسماء ولا تتغير نفسه الشابع موجود الوصل بخمس لقاف بفارق هدف وحيد فقط لكن مباراة هذا الجديد هذا الجديد هذا الجديد هذا اللي ينتظر منه النصراوي الجديد أتحدث عن المغرب عادل تعراب اللي عوّب بمناسبة في اللحظات الأخيرة اللاعب البرازيلي النصر والوصل الوصل والنصر عبر التاريخ لا يمكن إطلاقا أن تتوقع أو تتنبتين اللاعب راسينج سان جندير الأرجنتيني لكن عندك عادل تعراب فنان هذا المغربي طبعا في سن 33 سنة وقالها صراحة أريد من بوابة النصر أن تكون لدي فرصة يا سلام يا سلام نتكلم عنه ويهدي كرة للأمام خطيرة فرصة يقرأ النواية وعادل تعراب حتى الآن هو طبعا لا شك الرابط في خط الوصل شاهدنا يأتي بتمريرات ساحرة جدا للعب داربو اللعب الجامبي الله الله يهي لمسات الله على عادل تعراب حتى الآن يعني من بدري من ست دقايق يمتعنا عادل تعراب نعم اللعب الليل عبد الرحمن محمد لكن كرة من ضربة روكلية خطيرة وصلت إلى عادل تعراب هذا الفنان هذا الفنان عينك على تحركاته والكرة في هذا المكان الآن لصالح عادل تعراب أكثر من لمس الكرة حتى ياسل حلو الفكرة لكن بالتنفيذ للوحدة كما يعلم الجميع والكرة من مرة أخرى عن طريق عادل تعراب كان في بين أمام بارق واي وأمام أيضا منتخب فينزويلا يعني مع كل الاحترام والحب والتغيير لطبعا اللاعبنا الكبير عبد العزيز سنقود لكن هو اللاعب ظهير أيمن توديه علي صالح في الكرة الماضية والخطأ بالفعل بصورة جيدة لكن كرة عن طريق تعراب كثير من الواقعية لا شك أهداها قدوم عادل عند كرة عن طريق توزي هذا لعيب هذا الشويد لكن هذا الفنان هذا الفنان هذا الفنان هذا الفنان عادل تعراب في مرور مرور في الأولى الثاني وين في نصر بدأ مبارياته بالتعادل في خارج أرض أمام الضفرة واحد إلى واحد فازع العجمان بهدفين ذهب إلى خور فكان عدم تعادلا سلبية عنده خمس لقات كما يعلم الجميع النصر أو الوصل بدأ مبارياته بالتعادل مثيل الله ينصر في هذا المكان الخطير العربية ما كانت جيدا لعب خبير أتحدث عن محمد فوزي في هذا المكان لعادل تعراب عادل تعراب كرة تلعب عالية يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل خلك من الأفصايد خلك من التسلل هذه تلعب تلعب بهذه الصورة أنت مهاجم شوف نعم تسلل موجود لكن خلك من التسلل هذه لا تضر النصروية منه الكثير تعود لعادل تعراب في الظهور الأول الظهور الأول في الديربي لا شك في ذلك ما عنده حلول الحل عن طريق بالفعل ريال مندس هذا توزي أيضا لا حتى الآن توزي لم نشاهد منه الكثير وهالكورة تلعب عالية والأمام خطيرة الجيد في نادي الوصل اليوم بالمناسبة أن بيليس بيتش أو سيلي بيتش أليكسندر سيلي بيتش اللاعب الصربي الشاب اللي عمره واحدة عشرين سنة طبعا جدهم مفتيري المغربي أيضا يقدم حتى الآن مباراة دفاعية جيدة عند نص ساعة من الشوطة الأول من المباراة لا زالت المباراة في أرض الملعب ولا زال توتي 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 يسدد كرة سهلة يا توتي الشارجة حتى الآن النصروية ينتظرون منه ريال مندس الشارجة وخطأ خطأ خطأ في بوكان خطير لكن والله برابولي عادل تعرب برابولي عادل تعرب حسب هبار بالجزاء حسب هبار بالجزاء الوصروية يحتاجون هذه 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 وهنا وهنا تقدم وهنا سقط يعني هذه مثيرة للجدل للأمانة هذه هنا نعم سقط سقط قدم في المربع وقدم خارج المربع لكن جسمه بالكامل سقط خارج في المدرجات شوط جميل حتى الآن هذه كرة تلعب الآن وتعود محاولة مستمرة في هذا المكان نعم كرة من حلوة فرصة للأمام لازالت لريان مندس كرة تعود ماجد الطني فرصة للأمام والتزيد طويلة ولازالت والكرة تبع الكرة لفارس خير الله نقلق بهذه الصورة لكن ابعاد الآن لعاء الله على المحارة من المغرب عاد التعراب فالله لعب 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 الكرة بقدمة نعم وبعد ذلك تبعا وده أنه وليد الرقراقي مندرب المنتخب المغرب يتابع الآن ربما ويريد أن يترك بصمه ويريد أن يقنعه وهذا لا يحدث كثيرا أنك تضيع فرصة مساهلة مرة مرتين في اللعبة نفسها محمد عمر في الكرة الماضية تعود تذهب تاتي تنطلق إلى المغرب الخطير في الكرة الماضية عاد التعراب والكرة تبعوت الثاني هذه الكرة الكرة التي كانت للنصر للنصر للخطير لعاد التعراب وبعد ذلك ذهبت من علي أنا أعتقد أنا أعتقد ما في شيء مستحيل في كرة القنب لكن ثلاثة سفر تكون تقريبا تقريبا وصلوية لكن ثلاثة سفر والمباراة لازالت أول تسع دقائق في شوت الثاني مكذور عليها هكذا يقول النصراوي شوت ثاني كرة جميلة عاد التعراب تسدد الكرة الماضية في مروفة أقولها مرة ومرتين وعشر إذا ما كنت شغوف بشيء إذا ما كنت شغوف بشيء وكما يقول خارب مهارة النصر محتاج المهارة والكرة تلعب وإبعاد ونزل خليه يشوت خليه يشوت النصر يقول خليه يشوت ما خلاه يشوت باللون الأصفر هذه هذه لو خلاه يسدد لكن تعرفت هي وزع عند حدي عند حدي لو أنا كان الشبيت بهدفي في نفس المجموعة هو الرجول الذي يأتي الآن ليس أول أرجنتيني كما يعلم الجميع يدربوا الإمبراطور وإن كان طبعا عليهم الجميع وبالتالي نعم مباراة الآن مدبرات المدربين كل مدرب يريد أن يترك مصبتة في مباراة اليوم كرة تلعب بهذه الصورة من جانب حادل تعراب المباراة الأول الأفضل أفضل من جانب تعراب ويبدو بأن الياقة البدنية الخير كاملة طبعا قالت كلمته عندما يتعلق الأمر بتعرابت اللي عند الكرة الآن في هذا المكان أمام عمر تعرابت عمر تعرابت في الكرة الماضية ضربة الحرة المباشرة موجودة ضربة الحرة المباشرة موجودة والإنذار موجود كذلك إنذار على إنذار الثاني وما بعد الثاني إلا الكرت 30 مليال عن 90 وما بعد ذلك عانت كثيرا كرة المقدة لكن هذه اللعبة هذه أيضا اللعبة الثانية الضربة من بعيد من بعيد عاد العميد من بعيد عاد العميد بضربة لا تصاد ولا تراد هذه يا خالد يا سناني معذور معذور أنت معذور بوفون معذور نوير معذور اللي تبغي من حراس المرمى معذورين لا تقترب الآن أليس ذلك بالكثير يا عصراوي أليس ذلك بالكثير يا عميد خروج واحد من أفضل لعبي مباراة اليوم إنه عادل تعراب نعم ربما خانة ترجمة نانسي قنقر